تعني المترجمات اي حاجة تلقاها في البيت زي او زي اي طفل بتحاول تطلع بها باي لعبة تحاول تطلع تعمل فيها روحها حاجة كبيرة وسمحة وبيت لذيذة دهنة غدا محبة لعياد الميلاد ودائر الميلاد الثاني وطبعا زي اي بيت دائر الفستان المنفوش وليس برضو مع الفستان المنفوش زي او زي اي طفل تاني برضو هدار تطلع الشقر ودار تحفة الحفر في البيت ودائر تمارس حياته كطفلة عيادة الميلاد دي كانت يعني بالنسبة لغادة دي هي اقمال حاجة ممكن تحصل يعني عيادة الميلاد دي لما نيجي نحن غادة بتكون بدورة فيه بالاسابيع إنه عند ميلاده قاي والغايب يكلم الحاضر يكلم الغايب اول حاجة في مواهبة إنها استفادت من حاجة خلقة ربانية إنه غادة بتمشي بيطرف اصابعينة كده يعني مبتخوط رقيلة كده وبيطرف اصابعينة اللي اتنين دي هي عاملة كده بتفرفر هي بترقص رقيص شديد رقاصة رقيص مواهبة فبالذكر إنه في زول عالغلينا قال يا إخواننا اللي بدي يعني صاحب جدها قال اللي بدي رقاصة شديد يعني وديه بالي فقمنا ودينا البالي حبت البالي جدا وابتدتوا في الإمارات وجات واصلت هنا لحظها الكويس وعلنيتها وجدت في مزجوليا عندها فصول بالي ودخلت في الفصول دي وواصلت وكانت بساهم في العروض الرياضة من بدر قدم بتحب السباحة وواصلت في السباحة في المدلسة الباسكتبول برضو كان من الحاجات اللي بتاع شغاله كل مرة غادة عندها حاجة جديدة وفرحانة بيها ودارة تعمل وتبدع فيها هنا وهي صغيرة الورق بالنسبة لها لعبة بتقطعه وتشرطه لكن غادة كبيرة الورق بالنسبة لها بقى أصل ما لعبة قراية قراية عاشقة للقراية يا حبي يا ماما اقوم اخذ قوضتها يا حبي انت ما نوم تلسة بس الصفحتين دي طيب يزبع شوي يا حبي انت ممكن انت قنات صفحتين دي لعشرة صفحات لغاية ما في النهاية مرة يوم قلت خلاص دامت لما مشيت يا غادة لا ردت عليه رفعت الغطة لقيتها و اشترى طلابها الطارية تخلعتني وطاريني قلتني ما أنا ما طوالي بقدر أخلي الكتاب عشان أنه أشغها الأساسي هي القراية بقت تكتب هزاتها تكتب شعير تكتب باللغتين عربي وإنجليزي معظم كتاباتها باللغة الإنجليزية لكن الجميل إنها كانت برضو في وسط دفعتها وتمكنها من اللغة العربية وتكتب بها برضو تكتب شعر تكتب نثر خواطر في نفس الوقت أنا كنت مستغربة لها شديد إنه غادة دي بتعمل الحاجات دي كلها وفي نفس الوقت هي كانت A ستار هي A ستار و A ستودانت نتائجة في الاس إنه هي بتعمل هذا البلانس ده ده مرضي جداً جداً للأم إنه مواهب كثيرة ترجز بها ليه دايرات تعمل تكون يعني هي ديزاينر تعمل فساتين ورقص البالي ما واقف على كده بس هي دايرة تعمل رقصات هي ذاتة تعمل رقصات وتمشي المدرسة وتدرب صحبات على الرقصات في نفس الوقت طالما تعمل ده كله ونتائجة كده فاضل ليها واحد عشرين يوم للامتحان مع مديرت المدرسة وشالت شهادتها وبتهنيها وبيقضوا في الصورة هنا مع زملاء في الصورة الجماعية هنا المدرسة عندها تقليد لطيف جداً الناس الذين يتخرجوا في يوم الاحتفال يقوموا وزقون شقرة دي شقرة المستقبل إن كنت كل طالب يأتي بشهادته في النهاية يقفوا صف ويزقوا الشقرة إنه نحن بنزقي في بزرة الأيام الغادمة بعد ستة ساعات دي كانت غادة بعد ستة ساعات دي كانت غادة في النفس اليوم بتاع التخريج ذاته في نفس الحفل في نفس الفرحة الشديدة لذلك كنت بقول كتل الفرح كانت فرحانة بالتخريج شديد هي وسط أصحابها قالت حاسبي حاجة هنا لغاية ما وصلناها لحقناها المستشفى هي كانت ماتت ستة ساعات تخيلوا ممكن أم وأبو وأخوان يكون حالهم كيف أحباب أصحاب ممكن يكون حالهم كيف ما في ذلك هنا فقط عزيز عليهم لذلك لا أقعد أقول إحساسي في اللحظاتك لا تتوصف لا تتوصف ولا يتوصف والذلك يقولون لأنه يعني لو أننا عايننا للحدث ذاته فقد الإبن أو الإبنة وفي اليوم ذلك يعني أنت من في حايا أنا أتذكر لأن البنات كانوا ممتعين يعني فرحانين والتخريج والفسادين وكذا وأنا وأمهات قائرين في الأسواق وفي الحالة ذلك وفي اليوم التخريج أنا وقفة مع واحدة من الأمهات وبتها صاحبة غادة جدا فقلت لها عارفة يا نوال أنا أعزماك يوم السابت ضغطة الزار صغيرة قلت لها يا لدي حالة ما في لها إلا أنه نتحل من التنشان إلا بالضغطة فأنا وكنت عارفة في الوقت ذلك أنه هناك ضغطة مختلفة فأنا فأنا أتذكر جيد أن اللحظات الأولى لأنا لأوالدة لم يكن لدينا يبكي كنا نقوم بإجراءات فقط وكان أنا أفتكر أن اللحظة روحانية فيها إلهام معادي ممكن ترجعني لأي شيء قبل فهمي أنه في وسط المشكلة ممكن تطلح شيء بوزطيف الحاجة البوزطيفة تطلعت ذلك أنه أبو كان يشهد أنا أقول له الحمد لله الناس الذين حوالينا ممكن أن يكونوا قالوا هذا الجنب ليلا أنه غادة بيت واحدة أخواني اثنين وكانوا عارفين مواهب غادة وبعرفوا غادة وبحبوا غادة كلهم وعارفين أن غادة ماسكا طرف أمها وأبوها ودلعت الفمي لكلها فكان في الإجراء بعد ذلك الثاني يوم أنا أتذكر أن الناس عندما جاءوا أول صينية أكل خطاق قدامي صاحباتي والناس الأحباب اللي حواليني كلهم ما قدروا يعني فأنا قمت طوال قرية الكرسي وقلت لهم أنا عندي محمد وحسام أنا حاكل في اللحظة هذه هذه الأول تفكير إجابي في اللحظة التي أفكرتها فيها تفكير الإجابي إنك ممكن حصل لك شيء في حياتك تغرغك في بير من السلبية ما عادية لكن إذا جاءتك لحظة خاطرة أنه هناك شيء جيد أنت بتعمله بتعمله قبل في واحد من الناس اللي قدموه في الفيديو قال إنه قال كلام ممكن يكون بالنسبة لنا بدهي فطير يعني كلام عادي إنه التفكير الإجابي هو عكس التفكير السلبي اللي هي دي حاجة مش بدهية لكن إنت لما أنت عيلا كده هو التفكير الإجابي أنت بتكون غارك في حاجة ما مفيدة في حاجة ما مفيدة تطلع منا لأكشن تفكير بإيجابية أنت ممكن تعمل تقدم شنو تقدر تعمل شنو في اللحظتي أنا والله باكل لمحمد وحسام دي كانت أول حاجة تخطر على بالي غادة بالنسبة لي كان عندها أحلام كبيرة جدا وأحلام دي ما أنا وأبوها بحكم أننا لصيغين جدا نعرفها تماما لأنها كان كلامة شديدة تقريبا 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 حلمها الأساسي في حياتها كانت أنها تبقى غنيانة أنا طموحة جدا في قراءة لا أستطيع أن أقرأ في البلد لا أقرأ برا وبعد ذلك أشتغل وأبقى غنيانة غنيانة شديدة يا ماما لماذا؟ كان 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 محلمة هماشا أنا موصلة وأديها الكورس وأديها المدرسة وأبوها معاها هي تتكلم عن حاجة واحدة أطفال الشوارع ولماذا هم ليس ناس زينا؟ ولماذا لا يطلقوا زي تعليمنا؟ ولماذا لا يوجدون بيوتراك؟ بيوت ما عندهم؟ لا يمكن أنا أبقى غنيانة وأأتي أعمل ملقع أعمل ملقع للأطفال يكون مكان يوم فيه حطة نظيفة حمامات نظيفة أكل نظيف وبعد ذلك تعليم نظيف هذه كلمات كانت تعليم نظيف أحبابنا وأصحابنا وأنا وأبوها نستمد القوة منهم ومن بعضنا كنا اجتماعنا وقلنا أننا لازم نعمل حياة لغادة وكل الناس كانت تعرف أن غادة كانت مليئة بالحياة لدرجة متهشة أنا كانت بتتهيشني مليئة بالحياة نحن لا يمكن أن نجعل أنها تمشي سائي كده في الدنيا سقطت لها شجرة لمستقبل هل سنعمل بحقها علينا ممكن نعمل فقعدنا نتكلم عن مليئة الأطفال وأن هذا هو حلمها وصحباتها على علم بالحلم كله وكل مرة كل واحد تقول لي الجمعة الفاتت بدخالتها قاعدة هناك آية كيف؟ بتقول لي يا خالتو الجمعة القبلي ما تتوفى بتتكلم معي بتحكي إلي بتقول لي ناس منو كده مشوا وبدوا حاجاتها لما يوم المرة القاية يا آية سيجيبها المليئة فقلنا هذه حاجتها سنعملها لكن اللي قينات واجحنا أنه مشكلة كبيرة إنه القصة دائرة على حلم غادة اللي نعرفه لا نستطيع عليه هذه دائرة دعم مالي كبير جداً جداً لكي نستطيع وصراحة لا نستطيع أن تنزل عن الستاندر الذي كانت خطته فدخلت أستاذ عشا موسى قالت يا أخي أنا قريت للبدي كلام والبدي كتابة شديد يا أخي ما تعملوا حاجة تفتح لكم الباب بعد ذاك غادة تتعارف وبعد ذاك أنتم تستطيعوا تحققوا هذا الحلم قالت أنا أقترع عليكم أنكم تعملوا جائزة غادة للكتاب الشباب شكراً شكراً تتعاملت بعد هي توفى الشهر الأربعة نحن شهر الثناشر كان عملنا أول جائزة للكتاب الشباب من عمر الحداشر إلى عمر الثمانتاشر وكانت دي ديل أصحابه النازل بابي دلن بدل كانوا بتدردقوا في الشارع يوم الاحتفال مصدقين كانوا كلهم عندهم القدرة يقيفوا ويعملوا الافتتاح الفائزين والفرحة في عيونهم الفائزين يعني قدموا لينا ليس الفائزين أيزوا الشارك في الجائزة أيزوا الشارك عندما نضرب لبابا مكتبه يا عمو أنا ورقين رسلتوا ويطلعوا بالعربية ويجدوا في الحتة الفلانية ويجدوا حياتنا تملت بالشباب في عمر غادا والذي يتطلعوا إلى المستقبل نحن نحن فعلا نقدم لهم في حاجة هذه فرحة الجائزة الأولى هذه فازت بالجائزة الأولى في الدورة الأولى عملنا أي زول وهذه أول مرة تتعامل في السودان إنه زول من عمره 14 إلى 18 سنة يجد طرعاء مواهبه الأدبية ككاتب وكما تتطبيع في كتاب العشرة أعمال الأولى بالعربي والإنجليزي طبعاً في كتب يلا دي أقمل حتة يوم أبويت جاتوا مكالمة مدرسة اسمال معالي قالوا له يا أخي الطالبات متأثرين جداً وقاموا كونوا جمعية اسمها جمعية جمعية أصدقاء غادة بعد الاحتفال بالجائزة الأولى وقرروا أن يعملوا مشروع اسمه الدفء الأطفال وجمعوا ملابس حوالي 1500 2000 قطعة وقرروا أنكم تجدوا تستلموها وما يتوزعوها إلا أنتوا وهي تبقى الصدقة على روح غادة حسنا بأننا التفكير الإيجابي والخطوة العملنا نتلقى في نتائجة وثمارة هذه الأشياء تطلع على روح غادة طوالاً كنت تتذكر أنه كانوا عندما تحصل الحدث الذي يجعلك لا تستطيع شيئاً لا تستطيع لا تستطيع شيئاً لكن هذه الدنيا وقفت هناك أشخاص يساعدك أن تستمر ويأتي يقول لك يا أخي القائزة لا تستطيع 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 لا يمكن الطاقة على الرسمة تتكلم عندما نرى هذه الناس يضحك ويذكروني لا تستطيع هذا لا تستطيع أن لأكون كنت لذلك لا تستطيع أن تستطيع الآفاق أن الناس يعملون ويعملون صدقات حسنًا، و создعو chunk. و في اللحظة كنت أشعر أنها صرفة جداً. و يتذكر أنه كان هناك شخص يقولون غريبًا، فأني أرغبًا أن تشعر هكذا، فأنت ترتمرك لو اشعروا لهم. وثالت تشعر الناس يقولون عليك ما ماهوه. و لا أعرف ماهوهون، ماذا يقولون سهام جنت، فأني أشعر أو لا تشعر تلك أشعر. لا يوجد منها يعيز اليو، عزيزي ليو. مليا. المدة هي والذين لا يوجد سنة الحياة. هل يمكن أن ينسوا دقيقة؟ هناك أشخاص يقولوني أن هذه الجائزة تتذكر أنك لا تفعلها كيف؟ هل تتنسي؟ لا تتنسي أنا أتأكد أن أي شخص قاعد هنا لديه عزيز فقده أي شخص يقول أنه عزيز الفقده لا يتذكر في اليوم في كل دقيقة أو في كل ثانية أتمنى أن لا يكونوا في شخص فقد جناوي فيكم لكن يعني عزيز على قلبك ونذهب إلى ثانية أها طيب أنا أتذكر في بتي وأنا ليس أتذكر يا أصلا ما تتنسي أنا أكون في كل ثانية قاعدة أعمل كذا يعني مثلا عشان أرضي الناس اللي بكونوا عندهم تصور معين لأم البتة الماتت ولا أعمل حاجة للذكرة يعني أنه أنا أتذكر في غادة أرد على التلفونات الناس أنا أتذكر في غادة أمسك في أخوانا أتذكر في غادة أعمل للجائزة نتصل بينها زعج الدقالات نتصل بشنو الاحتفال استلموا الورق جيبوا داك غادة حاضرة أصلاً وكذلك حاضرة تحضر بشكل إيجابي أنا بالنسبة لي دا كان زي ما قالت ساز عشا وقال أبوها إنه دا ما عندنا حليا سيهان غير نعمل كده هذا الحزن دا أكبر من إنه نحن نحتمله لازم تفرق في حاجة لازم تفرق في حاجة أتمنى إنه تكون وصلتكم للفكرة إنه يعني الطاغات دي كلها نحن مجهدين نفسنا في إنه نحن نعمل حاجة للغادة وتكون هي ذاتها كشخص كان طوال عندها كلمة يا مام الحاجة دي ما أريد أن نعملها هذه هي نحن 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 نحتاجها في حياتنا صحباتها في عز الأزمة هذه كانت محبوبة بشكل ممتعي أنا حقيقةً كنت مندهشة يا ملبكة أنا حتى لا أعرفهم أنوا يجبوني فيها لقد أجبناها في الحتة الفلانية لقد قلت لي أن تسكت الآن، وغادا لم تتحب البكة عندما ترى أنه يصحق، يبكي، تقوم بعمل شيئاً لكي يصحق بشكل بسيط الملابس قاد جائزة غادا، الدورة الثانية كان الإحتفال الأول في قاعة الشارقة الحضور كان مبالغاً نطلق شاشات برا نطلق بوليس حركة فالناس كانوا يطالبون المرة القائمة تدخلون هذه الغاعة وقلنا المرة الثانية، ألف وماتين في الغاعة الدولية الكراسي كلها كان مليانة للإحتفال الثاني هذه الفائزين عانوا الفرح في عيون الناس هذه البسمة هذه الكتاب نمر اثنين المنظمين فرحانين كانوا ينجاز بالنسبة اليوم هنا الشباب العمين القروش هناك من هنا العمين القروش باعوا الكتاب بأسعار رمزية لماذا؟ لذلك نحن اليوم قلنا أي زول أي حضر الاحتفال تذكر الدخول أنه تبرع بكتاب لأننا نقوم بعمل مكتبة غادة العامة وهذا كانت النوع هذه مكتبة غادة العامة وفي الليلة نحن نجد حقيقة التجاوب من الناس كان ما عادي أي زول جاء ما هي الكتاب؟ كنتم تشعرون كنتم تشعرون لأنه لسا ما عندنا لا مغر وإن شاء الله نعمل في أننا نريد أن نقوم بعمل ونأسس المكتبة بشكل جيد فكان في اللحظة أنه دي غادة يعني أبواله من طلع من الاحتفال قال لي دي غادة دي غادة لأنه دي ه العطاء دي غادة وإنه نحن الإيجابة نجد الإيجابة الإيجابة نجد الإيجابة كل ما تقدم كل ما تلقى بالنسبة لي أنا بقى الجائزة غادة إنه كانت راوية للمستقبل هي حسي راوية عطش الناس دي للفي عمره لأن مواهبنا الناس تعترف بيها وإنه تدعمهم وتشجعهم وتساعدهم في أنهم نمشوا لهم إنه بالنسبة لي الشقرة دي حتين جائزة غادة وملجأة الآية الحقيقة بإذن الله بإذن الله طيب الصورة دي طبعا هي الاحتفال كان في روتانا مشت من بدري وصلتها لصحباتي وحركاتي والأبوزين فالصور دي ما كنت حاضرة أخذوها قبل الاحتفال ومعها ومعها كل واحد يصور بفساتين وفرحان ومعها بعد البقبة قليلا عندما صحباتي قالوا لي هذه الصورة لا أستطيع أن أصفها عندما أصبح هذه الصورة قلت 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 بأنها كانت فاتحة للدنيا قلت 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 لا أصبح كل مكان كانت قلت 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 ولكن أنا فتحت يدين وفاتح يدين عالمستقبل ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر يتعرفون وكلمون شكراً لكم نوسا آيا تعالي تعالي طبعاً ديل بنات أختي وصحبت غادة جداً صحبت غادة شديدة ديل أخوان شكراً 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 شكراً